اشتركوا في القناة ممكن حسين علي دخيل يلعبها على القيم الثاني وابعد متميز جدا ابعد متميز جدا كان من حارس المرمى عبد الرحمن الجيغماني خاطية حكيم بوشان يستميت عبد الله يتزيد مباشرة في مرة أولى والثانية طه العوامي لعبيدي دوران إلى محمد خليل محمد خليل نقل إلى إسلام إسلام يعود بها للخلف محمد خليل يغيرها علي مين مروانح فيتر يتركها إلى ويس سويح ويس يراوغ يرفع راسها يرجع بها للخلف إلى المغربي المغربي لمس دوران يبحث عن زميث بالزحمة موجود سامي مخلص الماجري يخرج بكورتة بمتياز يسلمها للسويح ويس دوران يرجع بها لمروان إحفيتر يختار العرضية لمن يا مروان عودوا أحمد لدقائق الشوط الثاني من لقاء الجرين لقاء الأصفرين الصداقة يستضيف دارنس هنا على أرضية ملعب المرحوب صلاح سالم بمدينة شاحات شوط أول انقضى وانتهى بالنتيجة السلبية السفر لسفر لم تهتز الشباك إيشام الحمر ممكن مالك الحاسي يوصلنا يروغ مالك عدي يا مالك ماشي مالك ماشي مالك في مرة أولى ويستلمها ويدور الكرة الليبية هذه كرة من المغرب في ظهر محمد خليل والإبراهيم العبيدي الحوار بين الكيلاني ومحمد صلاح صلاح يحمي كورتة صلاح ممكن يبعد الكرة والكيلاني موجود بتبديل الكرة عن محمد صلاح والصافر تحكم اللقاء خطر الصداقة خطر الصداقة صغير سيختار تنفيذ يلعب العرضية إبراهيم العبيدي كونترول إبراهيم في مرة أولى الثانية تصل عنش عشور وفي الزحم عشور وارتطام هنا وهناك أحمد صغير لكن تزديدت محمد صلاح إلى خارج أرضية الملعب شاهيني راوغ إجمالي مر إجمالي عدي تدخل أخير كان متميز جدا مما كانت تعود للصداقة ملك الحاسي ملك الحاسي يختار ناصر العروسي كونترول من العروسي يرفع رأسها يختار العرضية هذه كونة وهدف أول ممكن لفريق الصداقة هدف أول هدف أول هدف أول هدف أول في الدقيقة السابعة والثلاثين من عمر الشوط الثاني في الدقيقة الثانية والثمانين من عمر اللقاء إبراهيم العبيدي ويشي العبيدي عن ثلاث نقاط تفصل دارنس عن ردة فعل كان يريد جلب نقطة تعادل لمدينة دارنس يلعب كورتا الأمام ساخنة داخل المنطقة إبعاد أول وتحولت لضربة ركنية ومع الركنية يطلق حكم اللقاء مسعود عقيلة سافرت معلنا عن انتهاء دقيق اللقاء اشتركوا في القناة